الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء التاسع من مارس القوات الروسية تواصل استياد الدفاع الجوي الأوكراني شمالا وشرقا وجنوبا القوات الروسية استطاعت تدمير أنظمة باتريوت للقوات الأوكرانية موجودة في الجبعة الأمامية تابعوا التفاصيل إضافة لتقدم القوات الروسية في عدد من الجبهات تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ورجاء وضع آجاب على الفيديو سنبدأ مباشرة بالضربة الروسية التي طالت إحدى منظومات باتريوت التي تم وضعها في المناطق الأمامية بالقرب من بوكروفيسك قامت القوات الأوكرانية وضعها هنا تحديدا في هذه المنطقة كما تشاهدون في هذين الموقعين تم استهداف هذه طبعا منظومة الباتريوت بداية نظن البعض أنها منظومة صواريخ S300 ولكن تبين لاحقا أنها باتريوت قامت القوات الروسية بقصفها بقوة قامت بتدمير كما يمكن قول مركبتان مرافقتين شاحنات صغيرة وتنقلان ورادار لهذه المنظومة إضافة في هذه المنطقة تم استهداف يمكن القول تحديدا ما يمكن قول مركبة نقل الصواريخ TLA إذن القوات الروسية تقوم باستهداف هذه الضربة هذا الدفاع الجوي تم وضع في هذه المنطقة لتغطية المنطقة ما المقصود بذلك؟ تحاول القوات الأوكرانية وضع باتريوت هنا في محاولة لحماية كافة هذه المنطقة ضمن الدائرة الحمراء من الضربات الروسية في حال دخلت الطائرات الروسية الأجواء هنا لتقوم بقصف كامل هذه الأهداف كما تلاحظون في هذه المنطقة مثلا سيليدوفي قامت القوات الروسية بقصفها وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية حماية مواقعها وصولا إلى الخطوط الأمامية الموجودة هنا إذن القوات الروسية أمام إنجاز إضافي في تدمير منظومة الباتريوت التابعة للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة طبعا هذا الأمر سيشكل مشكلة لم يكن سهلا اتخاذ قرار بوضعه في هذه المنطقة وبالتالي كما تلاحظون هي عملية استياد متواصلة للدفاع الجوي الأوكراني أما على صعيد الخطوط الأمامية تتواصل الاشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في هذه الساعات القوات الروسية تقوم بعمليات قصف هي الأعنف تطال نوفوم الخاليفكا يبدو أن الروس عازمون على السيطرة على نوفوم الخاليفكا وإحراز تقدم بعد الجمود لنحو 24 ساعة تضغط القوات الروسية بكامل ثقلها بالتزامن مع قصف جوي عنيف يطال المواقع الأوكرانية في الأجزاء الوسطى والغربية إضافة إلى الموقع الأوكراني هنا في الأجزاء الشمالية الشرقية قوات روسية تقوم بمحاولات الاقتحام للبلدة كما أشرت الأمر الإضافي الآخر تقوم القوات الروسية بعمليات قصف مركزة للمواقع الأوكرانية في المناطق المحيطة بيمارينكا مارينكا تحديداً باتجاه يوريفكا تقوم القوات الروسية بهذا الاستهداف تضغط بشكل عنيف في هذه المنطقة قامت باستهداف أحد المواقع الأوكرانية الموجودة هنا كما تشاهدون الأمر الإضافي الآخر تحاول القوات الروسية اقتحام كراس يوريفكا طبعاً قنابل ألفاب هي يمكن تقول العنوان الأبرز في هذه المعارك بعد السيطرة على مارينكا قامت القوات الروسية بزيادة إنتاجها من قنابل ألفاب وبدأت باستخدامها بكثافة في محاولة لتدمير التحصينات الأوكرانية ولكن كما أشرت لكم القوات الأوكرانية تقوم بعمليات تحصيل دقيقة وسريعة وكبرى وبالتالي القوات الروسية تسعى لتطوير هذه القنابل لتتماشى مع الدفاعات الأوكرانية التي يتم وضعها قامت القوات الروسية بقصف هذا الموقع الأوكراني الموجود هنا طبعاً مبنى مرتفع تحاول القوات الروسية أن تماهد للمشاة قدر الإمكان تسهيل عملية تقدمهم ولكن المعارك ما زالت مستمرة في هذا الاتجاه الخبر الهام والأبرز هو باتجاه تونينكي القوات الروسية توسع من منطقة رمادية في هذه المنطقة تقوض عمليات كبرى في هذا الاتجاه مستغلة تقدمها الذي حصل في الفترة السابقة في هذا الاتجاه تحاول الضغط على المجموعة الأوكرانية بشكل قوي القوات الأوكرانية تتحسن في الأجزاء الأخيرة من تونينكي فيما هذه الأجزاء في الجهة الشمالية الغربية باتت في المنطقة الرمادية وبالتالي ضغط روسي كبير ننتظر ما الذي سيحصل خلال الساعات القادمة لذلك أشدد دوماً على حضرتكم متابعة الفيديوهات دوماً انضموا إلى القناة فعلوا جرس التنبيهات أمر هام جداً خصوصاً مع وجود بعض المشاكل التقنية في ظهور القناة لحضرتكم لذلك فعلوا جرس التنبيهات وابحثوا دوماً عن الفيديوهات أما في اتجاه سامينيفكا فالمعارك مستمرة ضغط روسي متواصل مع عمليات قصف كبرى تحصل في هذه المنطقة تمتد لتصل إلى بيرديتشي تحاول القوات الأوكرانية الاستمرار في هجمات ولكن دون جدوى الروس يستنزفون الأوكران بقوة في هذه الجبعة أما في اتجاه أوشارتيني فكان هناك تدمير لمركبتين بيتيار أربعة للكوات الأوكرانية إضافة إلى عربة تركية الصنع في اتجاه أوشارتيني تحاول القوات الروسية تضغط على المواقع الأوكرانية بهذا الاتجاه كذلك تقوم بعملات استهتاب باتجاه نوفو كالينوفي أما فيما يتعلق أحبائي باتجاه أفدييفك عفواً باخموت فالمعارك مستمرة باتجاه إيفانيفيسكي تخوض القوات الروسية معارك عنيفة استطاعت من خلالها التقدم في هذه الجبعة توسيع سيطرتها في هذه المنطقة فيما تبقى مساحة يمكن أن تقول المنطقة الرمادية كبرى أغلب البلدة المتبقي المنطقة الرمادية والباقي بتحت السيطرة الروسية تحاول القوات الروسية حسب ملف هذه البلدة بأقصى سرعة ممكنة ولكن بدون تسرع في محاولة الاستنزاف القوات الأوكرانية كي لا تتحصن في المناطق الخلفية إذن هناك عمل على مبدأين المبدأ الأول استنزاف الأوكران في الخطوط الأمامية والعمل الثاني على هو طبعا استهداف التحصينات الأوكرانية حتى يتسنى للقوات الروسية التقدم بسؤولة باتجاه غربي القناة المائية باتجاه شازيفيار أما فيما يتعلق ببودانيفكا تستمر الوحدات الروسية بعملات استهداف كبيرة للقوات الأوكرانية تحاول اقتحام وسط البلدة ننتظر تأكدات حول وجود القوات الروسية في مساحات إضافية في وسط البلدة ننتظر حتى فيديو الصباح صباح غد أما فيما يتعلق باتجاه شمال قطاع بخمط تواصل القوات الروسية عمليات الهجوم ولكن هذا الهجوم يتزامن مع مية قصف طالت المواقع الأوكرانية الموجودة في هذه المناطق في محاولة من القوات الروسية التقدم أكثر فأكثر هذه العمليات مجرد إحداثيات تم تحديدها هناك المزيد من الضربات عملية متواصلة منذ ساعات تخوضها القوات الروسية في اتجاه فييمكا ربما تحاول القوات الروسية تفعيل هذا المحور من جديد أما الأمر الإضافي الآخر نتواصل أو يمكن أن تتواصل الاشتباكات في اتجاه بيلوريفكا تحاول القوات الروسية تضغط قدر الإمكان في هذه المنطقة الرمادية وتوسيع سيطرتها ربما تلاحظون أن القوات الروسية تعمد إلى تطويق هذا الجبل هذا المنجم التباشير ولكن بداية تحتاج للسيطرة على هذه المنطقة الرمادية ولاحقا الالتفاف أكثر فأكثر لقطع خطوط الإمداد عنه أما فيما يتعلق باتجاه تيرني طبق الأمور ضبابية ولكن كما قلت صباحا القوات الروسية وصعت سيطرتها في هذا الاتجاه وقد تحاول التقدم بشكل إضافي زيادة الضغط على المجموعات الأوكرانية التي تتولى حماية تيرني أما في اتجاه سينكيفكا زادت القوات الروسية من مساحة سيطرتها وصعت سيطرتها في هذه المنطقة بعرض نحو 1 كيلومتر وبعمق تقريبي 214 متر تحاول القوات الروسية الضغط على كامل بلدة سينكيفكا في هذه الاتجاهات وأيضا عبر الغباد إذن المعارك متواصلة ضغط كبير من قبل القوات الروسية هذا الأمر لا يتوقف هنا إنما هناك أيضا ضربات في اتجاه خاركيف وسومي بشكل كبير تستهدف الإمدادات الأوكرانية من وقود وغيرها طبعا كما تلاحظون كان هناك ضربة في الأيام السابقة باتجاه أحد منشآت الوقود في هذه المنطقة في كليفوري روغ طبعا كمية ضخمة من الوقود احترقت في هذه المنشآت لذلك القوات الروسية تدري ما الذي تفعله تقوم باستهداف المطارات الدفاع الجوي مراكز تخزين السلاح والمعدات مراكز حتى التي يمكن استخدامها للتصليح وصيانة المعدات إضافة إلى ذلك مراكز كما تشاهدنا في الأيام السابقة على البحر التي تخزن القوارب الألالية التي تتم من خلالها استهداف القرم إذن نحن أيضا أمام موجة أوروبية أو من الناتو تحديدا وفرنسا للتصعيد في أوكرانيا ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين هل سيقبل زالوجني بطبعا قادة الكوات الأوكرانية السابق بمنصر سفير أوكرانيا في بريطانيا تبقى جميع أسئلة مفتوحة ننتظر ما الذي سيحصل إضافة إلى الموضوع الأهم والأخطر هو وزير خارجي بريطانيا قال أن المملكة المتحدة مستعدة لشراء صواريخ كروز من طراز توروس الألمانية ورقل صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا إذن ننتظر ما الذي سيحصل هل تتورت ألمانيا أكثر رجاعا أتمنى من حضرتكم الإجابة في التعليقات على هذا السؤال شكرا لوقتكم اهتمين وإلى اللقاء بفيديو آخر ترجمة نانسي قنقر